بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فهذه قراءة لكشف اللبس عن حديث رد الشمس العلمة السيطية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده فإن حديث رد الشمس معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم صححه الإمام أبو جعفرين الطحاوي وغيره وأفرط الحافظ أبو الفرج بن الجوزي فأورده في كتاب الموضوعات وهذا جزء في تتبع طرقه وبيان حاله سميت كشف اللبس عن حديث رد الشمس قال ابن الجوزي في الموضوعات أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا عبد الوهاب بن محمد بن مندى قال أنبأنا أبي قال حدثنا عثمان بن أحمد التنيسي قال حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حج علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي صليت العصر قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك فردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طرعت بعدما غربت قال الجوزقاني هذا الحديث منكر مضطرب وقال المؤلف موضوع اضطرب فيه الرواق فرواه سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن مسعى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينال عن علي بن الحسين عن فاطمة بنت علي عن أسماء رضي الله عنها وفضيل ضعفه يحيا وقال ابن حبان يروي الموضوعات ويخطئ على الثقات ورواه بن شاهين قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدني قال حدثنا أحمد بن يحيى الصفي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن عروة بن عبد الله بن قشين عن فاطمة بن تعليم بن أبي طالب عن أسماء رضي الله عنها به وعبد الرحمن قال أبو حاتم واهي الحديث وشيخ بن شاهين هو بن عقدة رافضي رمي بالكذب وهو المتهم به ورواه بن مردويه من طريق داود بن فراهي عن أبي هريط رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج علي ولم يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية قال ابن الجوزي رحم الله وداود ضعفه شعبة قلت فضيل الذي أعل به الطريق الأول ثقة صدوق احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الأربعة عبد الرحمن بن شريك وإن وهاه أبو حاتم فقد وثقه غيره وروا عنه البخاري في الأدب وابن عقدة من كبار الحفاظي والناس مختلفون في مدحي وذمه قال الدار قضني كذب من اتهمه بالوضع وقال حمزة السهمي ما يتهمه بالوضع إلا طبل قال أبو علي الحافظ أبو العباس إمام حافظ محله محل من يسأل عن التابعين وأدباعهم وداود وثقه قوم وضعفه وآخر ثم الحديث صرح جماعة من الأئمة والحفاظي بأنه صحيح قال القاضي عياض في الشفاء خرج الطحوي في مشكلة الحديث عن أسماء بنت عميس رضي الله عنه من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحى إليه ورأسه في حج علين فذكر هذا الحديث قال الطحوي وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات وحكى الطحوي أن أحمد بن صلح كان يقول لإنبغل من سبيله العلم التخلف وعن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة والحديث الأول وأخرى اضطبرني قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حاء قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال إنهما قال حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرج العقلي قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عمار بن مطل قال حدثنا فضيل بن مرزوق به وقال عمار الغالب على حديث الوهام انتهى ومن طرقه ما أخرر الخطيب في تلقيص المتشابه قال حدثان الحسن بن أبي طلب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا يوسف بن عقوب النيسابوري قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مطلب بن زيادة عن إبراهيم بن حيان عن عبدالله بن حسين عن فاطمة الصغر بن الحسين عن حسين بن علي رضي الله عنه أنه قال كان رأس رسول الله صلى الله عسلم في حجر علي وكان يوحى إليه فلما سري عنه قال صلى الله عسلم يا علي صليت العصر قال لا قال صلى الله عسلم إنك تعلم أنه كان في حاجتك وحاجة رسولك فرد علي الشمس فردها فصلى علي رضي الله عنه فغابت قال الخطيب إبراهيم بن حيان كوفي في عدد المجهولين وأخرج أبو بشني الدولابي في الذرية الطائرة قال حدثني إسحاق بن يونس قال حدثنا سويد بن سعيد به ثم أقفت على جزء مستقل في جمع طرق هذا الحديث تخريجي أبي الحسن شاذان الفضلي وفي بعض الكتب ابن شاذان وأيضا الخطلي ويحرر قال وهانا أسوق هنا ليستفاد قال أخبرنا أبو الحسني أحمد بن عمين قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوالي قال حدثنا إحي بن زيد بن عبد الملك عن أبيه عن داود بن فراهيج عن أبي ريرا وعن عمارة بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه حين انصرف من العصر وعلي بن أبي طالب قريبا منه ولم يكن علي أدرك العصر فاقترب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده إلى صدره فلم يسر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس فارتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقال علي يا رسول الله أنا لم أصلي العصر وقد غابت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم مردد الشمس على علي حتى يصلي فرجعت الشمس لموضعها الذي كانت فيه حتى صلى علي وقال حدثنا أبو الحسني أحمد بن عمين قال حدثنا أحمد بن الوليد بن بردن الأنطاكي ويحرأ برد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديق قال حدثني محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد على أمه ام جعفر عن جدتي أسماء بنت عميسي رضي الله عنها قالت إن رسول الله يصل إلى الله اسم صلى الظهر بالصحباء ثم أنفذ أليم في حاجة فرجع وقد صلى رسول الله يصل إلى رأسه في حاجة أليم فنام فلم يحرك حتى غابت الشمس فقال رسول الله يصل إلى الله اسم الله açمه احتبس بنفسي على نبيه فرد علي شرقها قالت اسماء فطلعت الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الارض فقام علي فتوضأ وصلى العصة ثم غابت الشمس وذلك في الصهباء في غزوة خيبر قال حدثنا ابو الحسن علي بن اسماعيل بن كعب بن الدقاق بالموصل قال حدثنا علي بن جابل الأودي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا عروات بن عبد الله بن قشين انه قال دخلت على فاطمة ابنة علي الأكبر فقالت حدثتني اسماء وبنت عميسا رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فستراه علي بثوبي حتى غابت الشمس فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا علي صليت العصر قال لا قال اللهم رد الشمس على علي قالت فرجعت الشمس حتى رأيته في نصف الحجر أو قالت نصف حجرتي حدثنا أبو الفضل محمد عبد الله القصار بمس قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا أحمد بن صارح قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن أبي فدي قال أبري محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمي أمي جعفر عن أسماء ابنت عميسة رضي الله عنها أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصحباء ثم أرسل علي في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حاجة علي فلم يحرك حتى غابت الشمس فقال اللهم إن عبدك علي احتبس بنفسه على نبي فرد عليه شرقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض فقام علي فتوضى وصل العصر ثم غابت وذلك بالصحباء في غزوة خيبر حدثنا أبو محمد الصابوني عن وبيد الله بن حسين القاضي بأنطاكية قال حدثنا علي بن عبد الواحد بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو أبي فوديك وذكر نحوه حدثنا أبو أبي فوديك نحوه قال أحمد بن صالح هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستكثر فلا تستكثر وخرجوا التبرني في الكبير قال حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا أحمد مصارح به حدثنا أبو جعفل بن محمد بن حسين الأشناني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدين قال حدثنا يا إحياء بن سالم عن صباح المروزي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن الحسن عن أمي فاطمة بن ابنتي الحسين عن أسماء ابنتي عميسة رضي الله عنها أنها قالت اشتغل عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم يوم قيبر حتى غابت الشمس فقال رسول الله صلى الله حسن يا علي صليت العصر قال Bong يا رسول الله فترضى رسول الله صلى الله حسن وجلس في المسجد فتكلم بكلمتين أو ثلاثة كأن من كلام الحبشي فرتجعت الشمس كهيئتها في العصي فقام عليهم فترضى وصل العصر ثم تكلم رسول الله صلى الله حسن بمثل ما تكلم به قبل ذلك فراجعت الشمس إلى مغريبها فسمعت لها صاريرا كل من شريف الخشبة فطلعت الكواكب حدثنا أبو العباسي أحمد بن يحل الجرادي سمع فاطمة بنت ع الين عن اسمها بنت عميس رضي الله عنهم انها قالت كان رسول الله صلى الله 수� repente نازل عليه الوحيه أكاد يغشى علي فانزل عليه هيوما ورأسه في حج علي حتى غابت الشمس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وفق صلى الله سلم صلّيت العصرة يا علي قال لا يا رسول الله فدع الله فرد الشمس حتى صلى العصر قالت فرأت الشمس بعدما غابت حين ردت حتى صلى العصر Stroh اخرج اتبانيه عن جعفر بن أحمد بن سنان الوسطي أو قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الوسطي قال حدثنا علي بن منذري به قال بني أبو طلب المحمد بن صباح بن بيدي قال حدثنا علي بن عباسي قال حدثنا عباد بن عقوبة قال حدثنا علي بن هاشم عن صباح بن يحيان عبدالله بن حسن بن جعفر عن حسين المقتول عن فاطمة بن تعلي عن عمد حسن بن تعلي عن اسمها بنت عميس رضي الله عنها نقالت لما كان يوم خيبر شغل علي بما كان من قسمة الغنم حتى غابت الشمس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليها هل صليت العسى قال لا فدعا الله تعالى فارتفعت حتى توسطت المسجد فلما صلى غابت الشمس قالت فسمعت لا صريلا كصريل من شارف القشبة وحدثنا عبد قال حدثنا علي بن هاشم عن صباحنا أبي سلمة مولى لعبد الله من حارث من أوفرين عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي عن أمه أم جعفر بنت محمد عن جدتي أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ومع علي إذ أغمي علي فوضع الأصافي حج علي فلم يزل كذلك حتى غابت الشمس هم أفاقى فقعد فقال يا علي هل صليت قال لا فقال اللهم إن علي كان في طاعتك وطاعت رسولك فاردد علي الشمس فخرجت فخرجت من تحت هذا الجبل كان خرجت من تحت سحابة فقام علي فصلى فلما فرغ آبت مكانها حدثنا عبيد الله بن الفضل النبهاني الطيق قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رشيد الناشمي رشيد الناشمي الخراساني قال حدثنا يحيب بن عبدالله بن حسين بن حسين بن علي بن أبي طالب قال أبرني أنه قال أبرني أبي عن أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كنا بخيبر سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين فلما كان من الغد وكان مع صلاة العصر جئته ولم أصلي العصر فوضع الأصافي حجي فنام فاستثقل فلم يستيقظ حتى غربت الشمس فقلت يا رسول الله ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقذك من نومك فرفع صلى الله سلم يديه ثم قال اللهم إن عبدك تصدق بنفسه على نبيك فاردد علي شروقها قال فرأيت على الحال في وقت العصر بيضاء نقية حتى قمت ثم توضأت ثم صليت ثم غابت حدثنا أبو الحسن بن صفوة قال حدثنا حسن بن علي بن محمد العلوي قال حدثنا أحمد بن علي الرزي قال حدثنا أسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محلون الضبي عن إبراهيم النخاعي عن القمتان أبي ذر رضي الله عنه قال قال علي يوم الشورى أنشدكم بالليال فيكم من ردت علي الشمس غيري حيننا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رأسه في حجي حتى غابت الشمس فانتبه فقال يا علي صليت العصر قلت اللهم لا فقال اللهم اردد علي فأنه كان في طاعتك وطاعة رسولك حدثنا أبو الحسن خيثمات بن سليمان قال حدثنا عثمان بن خرز قال حدثنا محفوظ بن بحر قال حدثنا وليد بن عبد الواحد قال حدثنا مع أخل بن عبيد لا عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس أن تتأخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار انتهى ما في الجزء من الطرق وحديث جابر أخرجه التبرني في الأوسط من طريق الوليد المعبد الواحد وقال لم يروي عن أبي زبير إلا ما عقل ولا عنه إلا الوليد وروا ابن عبي شبت في مسنده طرفا من حديث أسماءه وقوله كان النبي صلى الله عليه وحاله ورأسه في حج علي لم يزعل ذلك ومما يشهد للصحة ذلك قول الإمام الشفعي رضي الله عنه وغيره ورحمه الله وغيره ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبي نص الله سم نظيرها وأبلغ منها وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبارين فلا بد أن يكون لنبي نص الله سم نظير ذلك فكانت هذه القصة نظيرة ذلك والله أعلم بالصواب